حل البرلمان وانتخابات مبكرة ولا فائدة ترجى من الحوار مع الخصوم هذا مقاله الصدر وطالب به في أول خطاب له منذ بدء احتجاج واعتصام أنصاره في منطقة الخضراء إذ تعيش البلاد والعملية السياسية في أعقاب الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة أزمة تزداد تعقيدا يوما بعد يوم بعد دعوة الصدر كيف يحل البرلمان الدستور العراقي في المدة 64 من ينص على أن حل مجلس النواب يتم بالأغلبية المطلقة بناء على طلب من ثلث أعضائه أو بطلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء شهور التعطيل والخلافات التي طرحت خلالها عديد من المبادرات والمفاوضات بين القوى السياسية لم تضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للوزراء إذ سبب الخلاف بين الصدر وخصومه في ترك العراق من دون حكومة لفترة قياسية ولكن ماذا عن دعوات الحوار التي تتقاطر مجددا من مختلف القوى السياسية يقول الصدر عنها إنها بلا فائدة ترتجى لأن الحوار جرب سابقا عمليا انتهت ترشيح السوداني الرئاسة الحكومة المقبلة وقد حرقت ورقته بنار خلاف الإطار والتيار مثل كثير من من سوقوا في دورات انتخابية ماضية لكن في عالم السياسة العراقية كل شيء وارد إذ تبرز الخشية الشعبية مجددا من ابتكار حل عبر نوافذ الدبلوماسية الخلفية بما يحفظ للأحزاب المتنفدة مصالحها قد تنحل أزمة الانتخابات بمعالجات مثل حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة جديدة بعدما أفشل الفاعل السياسي نتائج الأولى لكن الحلول المتداولة لن تعالج أزمة يعاني منها النظام أكذا يقول الخبراء عن الأزمة الراهنة كما أن لا أحد يستطيع أن يضمن عدم تفجرها من جديد